سهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج عالم الكمبيوتر النهاردة ان شاء الله في حلقتنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا برنامج مايكروسوفت اكسل والسبريتشيتس الجداول الالكترونية مين فينا ما بيحتاجش أثناء استخدامه للكمبيوتر انه هو يعمل جدول او يكتب ارقام او يعمل معادلات بسيطة في ناس كتير قوي لما بتسمع كلمة معادلات بتقلق يعني انا لسه هعمل معادلة بقى او لا خالص 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 كلمة معادلة او فارميلة المقصود بيها انك انت هتبدأ تقول له والله انا اي مثال اي مثال انا النهاردة عملت مصاريف معينة صرفت مصاريف معينة عايز اجمع في اخر اليوم اجمالي المصرفات اللي انا صرفتها دي كام ببساطة شديدة الاكسل بيعمل كل المعادلات ديت بنوع من التمكن والقدرة على اعطاء ناتج سليم طالما المستخدم بيدخل بيانات سليمة او صحيحة برنامج اكسل يعتبر احد اشهر برامج مايكروسوفت في برنامج مايكروسوفت اوفيس هنلاقي الاكسل تاريخه بدأ في يمكن اواخر او النص التاني من التمانينات والحقيقة برنامج اكسل كل يوم عن التاني بيحصل تطور وطبعا بيطلع في اصدارات بعد كده يعني كان بادئ مع مايكروسوفت من اكسل 2 وبعد كده بدأ وصل لغاية الاوفيس 2016 وكان اكسل 16 طبعا خلال التطور ده كله تطور الاكسل من اكسل 2 بعدين 3, 4, 5 للأوفيس 2007, 2010, 2013 كل ده تطورات بتحصل على برنامج مايكروسوفت اكسل الحقيقة استخدام جداول الالكترونية في العالم كله تقريبا بيتفق على استخدام برنامج الاكسل بنسبة كبيرة جدا يمكن من اكتر البرامج اللي البرامج المنافسة بتاعتها في السوق تكاد تكون يعني قليلة قوي 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 غير برامج كتيرة بتلاقي ان فيه برنامج وتلاقي 3, 4, 5 برامج منافسة ليه طيب يا ترى احنا مع الاكسل هنشتغل ايه هنتعلم ايه النهاردة في مهارات الاكسل الحقيقة هنركز النهاردة على مهارات المعادلات البسيطة الاول في الاكسل وبعدين هنشوف مع بعض بعض التيبس ان تريكس كده اللي موجودة في الاكسل او بعض الخبايا والاسرار الخاصة بالاكسل الحقيقة هنستمتع بيها في حلقة النهاردة هنبدأ من البداية خالص بالمعادلات البسيطة يعني أنا عندي لو افترطت عندي درجات طلبة وعايز أجيب مجموعة درجات دي هعمل إيه؟ هنشوف أنه بمعادلة بسيطة قوي بتقدر تحطها عشان تجمع الدرجات دي عايز أجيب متوسط الدرجات عايز أجيب كام واحد حصل على درجة معينة كل الكلام ده لو أنت جيت تحسبه من غير استخدام الجداول الإلكترانية أو الـ Spreadsheets من غير الإكسل هتلاقي صعوبة شديدة إزاي أنا هعمل كل دو بالإكسل في أقل من 20 ثانية بتكون حطيت المعادلة البسيطة بتاعتك أو استخدام الـ Functions أو الدوال في الإكسل زي ما هنشوف مع بعض لو جينا نبدأ هنبدأ من البداية خالص عشان الناس اللي يعني ما عندهاش خبرة قوي بالإكسل تبدأ تتعلم معانا النهاردة كيفية التعامل وهنبدأ إن شاء الله نمشي واحدة واحدة لغاية ما نشوف مهارات أعلى من كده بكتير طيب تعال نشوف مع بعض كده مثال على الملف اللي موجود قدامنا على الشاشة أنا جاي بمثال بسيط الحقيقة عبارة عن مجموعة أسماء وبفترض لو نحاول نعرب أكتر أهو عندي name تمام وبعدين أسامي مجموعة من الطلبة زي ما احنا شايفين تمام أهو وبعد كده بعد الأسامي في الدرجات بتاعة المواد المختلفة تمام درجة الماس درجة الانجلش درجة العربي وفي هنا سل حطتها للتودل طيب الأسماء زي ما احنا شايفين أهو الأسمة عندي زي ما انتم شايفين قدامكم محمد أحمد جاي بتمانين درجة في الماس وسبعين درجة في الأنجلش وخمسة وتمانين في العربي طيب حنبدأ نشوف مع بعض مطلوب منك إيه دلوقتي أنا مفترض هنا إن الدرجات ديت الماكسمن بتاعها مئة درجة يعني الدرجة الماس من مية والانجلش كذلك والعربي كذلك فالدرجات دي كلها المفروض إن الدرجة من مية لو أنا جيت ببساطة شديدة قلت أنا عايز أشوف إجمالي الدرجات دي كام يعني محمد طالب الأولاني درجاته كام في الثلاث مواد اللي قدامنا ممكن نعمل حاجة إن انت عشان تحط معادلة بسيطة في الإكسل بتبدأ بإيكول بتدوس يساوي على الكيبورد وبعدين تبدأ تشاور على الخلايا اللي انت عاوزها دي أول سل دوست عليها فكتب لي عنوانها على طول اللي هي عنوانها P2 طبعا إحنا عارفين إن تقاطع السل السل عبارة عن تقاطع الكولوم مع الرو العمود مع الصف بلس زائد السل اللي جنبها اللي فيها درجة الانجلش زائد السل اللي بعدها اللي فيها درجة اللغة العربية وبدوس انتر بيقول لي والله أنت إجمالي الدرجات بتاعتك بالنسبة لمحمد 235 طيب نلاحظ مع بعض تعالى نكبر مع بعض الشاشة شوية كده هتلاحظ إن أنا السل اللي فيها الرقم ده أهي اللي فيها ناتج ناتج المعادلة لو جيت وقفت على السل بلاقي في نهايتها تحت كده في زي ضت كده نقطة صغيرة لو قفت عليها بيظهر لي كراس شكل علامة زائد بالاس وكده تمام؟ خليني نكبر شوية ونشوف مع بعض أهو تمام؟ أنا واقف هنا أهو أهو لو جيت وقفت هنا وعملت double click clickتين في النقطة دي كده تحديدا عمل إيه؟ عمل drag هعمل control Z control Z يعني أنضو تراجع أو إن أنا أقف هنا وأعمل click و drag وأسحب لتحت يبقى أنا عندي طريقتين بعمل بيهم auto fill أو تعبئة تلقائية للمعادلة اللي كاتبت مرة تانية بقف على النقطة و double click هليه automatic ملالي كل الخلايا اللي تحت طيب بقف على السلة اللي بعدها تمام؟ وأبص فوق في formula bar هتلاقي كاتب لي فوق هنا إيه؟ equal B3 plus C3 plus D3 أهي موجودة قدامنا دي formula bar أو الشريط الخاص بمين بالصيغ يبقى احنا ببساطة شديدة بتالي مفيش حد فينا مش هيعرف هيعمل كده اللي هو دي أبسط طريقة لوضع معادلة بسيطة في برنامج الإكسل طيب هتقول لي هو أنا عشان أجيب التوتل لازم أشتغل بطريقة المعادلات يعني لازم أقول equal الأول وبعدين أقول له السلة الأولانية زائد التانية زائد التالتة افرد كان عندي 20-30 خلايا عدد كبير من الخلايا 100 خلايا 1000 خلايا طبعا أكيد مش هعد أقول إيه P1 زائد P2 زائد P3 زائد طبعا ده هياخد مني وقت طويل جدا فعشان كده اتعاملت functions أو الدوال في الإكسل هلاقي إن في عندي function أو دلة الأوتوصام أوتوصام هنا أو الجامعة التلقائي بتستخدم عشان تجمع مجموعة كبيرة من الأرقام أنت بتكتب له أوتوصام وبتحدد له الرنج اللي أنت عايز تجمعه مجرد ما حددت له الرنج هو بيروح على طول جايب لك الأوتوصام أو إجمالي أو المجموعة اللي أنت عايزه للخلايا دي تعال نشوف مع بعض كيفية استخدام الأوتوصام بسرعة على الشيد بتاعنا طبعا أنا هاجي هنا وهامسح المعادلات اللي عملتها عشان نجرب نشتغلها تاني باستخدام functions أهوة هاجي هنا كده تمام وعشان أجيب أوتوصام بقف لأول خطوة بقف الخلايا اللي عايزة حط فيها result أو الناتج وبروح أدور على أوتوصام أوتوصام أهيه تمام؟ شكل السجمة موجودة فوق أهيه تمام؟ مجرد ما بقف بفتح الليستة الصغيرة بلاقي فيه مجموعة الحقيقة من functions مجموعة من الدوال أولها صام على طول أو لو أنت جيت دوست مباشرة على أوتوصام هيروح جاي عمل إيه؟ كتب لك equal sum يبقى equal هنا علامة يساوي في الخلايا يا جماعة أساسية سواء كنت بتكتب معادلة تكتبها بإيدك أو بتحط بتinsert function بتinsert function بتروح دايس على أوتوصام فرح كتب لي equal sum وبتوين بريكتس بيقول لي من P2 ل D2 تعال نشوف يا ترى هو محدد الرنج بتاقوه مصبوط ولا لا بالفعل ادي الخلايا اهي اللي هو جميعهم انت بس بتدوسلو انتر عشان تقبل ايه الفنكشن اللي اتعملت وإحنا وقفين عليها بنبص فوق في الفورميلا بور كتب لي equal sum من P2 ل D2 طيب عايزين ننسخ الفنكشن داية عايزين ننسخها على بقية الأسماء بقية الطلبة هعمل ايه؟ بالضبط كده هقف هنا وقلنا فيه طريقتين يقام دابل كلاكي اما اضغط وإيه؟ واسحب عشان ينسخ المعادلة عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة قوي انا لما بقف هنا كده بيقول لي من P2 ل D2 كويس شايفينها فوق في الفورميلا بورها هي طيب اللي تحتها لو قفت على الخلية اللي تحتها طبعا اللي تحتها احنا كده نقالنا على سري بص فوق كده هتلاقي هنا بيقول لي ايه؟ sum من P3 ل D3 طيب اللي بعده انا واقف دلوقتي على طالب رقم أربعة في الشيط هنا طالب التالت لو يوسف سالم طيب يوسف هنا انا واخد الصف رقم أربعة تعالي نشوف المعادلة بتاعته تعالي نشوف المعادلة بتاعته ايه بيقولك sum من P4 ل D4 تمام يبقى هو ده بيحسبه الواحده انه هو بيبدأ ينزل ده بنسميها relative value relative value يعني قيمة ايه؟ قيمة نسبية انا ما عملتش حاجة انا مجرد ما عملت دراج للـ function هو حاس ان بيحصل زيادة في الخلايا بالشكل اللي انت شايفه ده طيب ده تمام لو انا حبيت اجيب بعد كده المتوسط بتاعت درجات ده المتوسط الـ average طبعا احنا عارفين ان المتوسط بيساوي مجموع الاعداد على مجموعهم على عددهم يعني هما ثلاث طلب هجمع درجاتهم واقسم هما ثلاث مواد ثلاث مواد انا عايز اجيب متوسط درجات الثلاث مواد لمين؟ للطالب الواحد هعمل ايه؟ هجمع الثلاث مواد واقسمهم على ثلاث هتقولي لسه هتجمع وبعدين تجيب المجموع وبعدين تقسم على ثلاثة في function جاهزة تمام كده؟ يبقى function جاهزة بتاعت الـ average هتريحني في الموضوع ده طيب ازاي نجيبها؟ ببساطة شديدة هنقدر من نفس المكان لو بصينا مع بعض على الشاشة اول خطوة بقف الثل اللي عايز احط فيها الـ function وبطلع فوق على auto sum اهي وبفتح السهم الصغير بتاعي بيديني drop down list بختار average بقول له مجرد ما دست click على طول رح كاتب لي ايه؟ equal average من B2 الى شايفين؟ الـ column او نقطين فوق بعض دول الى E2 ده الرنج اللي عايز اجيب المتوسط بتاعه بادوس enter تمام؟ اه خلي بالك هنا من ملحوظة مهمة جدا انت كده جبت الـ average يا ترى قال من B2 لغاية E2 ده خد معاة total كمان عشان انت سيبته يعمل هو selection بنفسه هتقول لي طيب الصح ايه؟ الصح كالتالي نبص مع بعض كده average هو عمل select على مين؟ ادي التلات موادهم B2 C2 D2 بس بقى فهم اكيد ما باخدش التلات معايا هتقول لي ما هو خده هو بياخد كل الرنج او كل النطاق اللي فيه ارقام طبعا المعادلة في الحالة دي لو جينا بصنا لها هتلاقيها لا هي المعادلة ما فيهاش حاجة يعني هو خد الارقام اللي قدامه وراح جايب المتوسط بتاعه بس منطقيا منطقيا بالنسبة لك الناتج هيكون غلط ليه غلط؟ لان دخل فيه مين؟ ايه التلات بالضبط كده يبقى انت المفروض ان انت لما تختار الأفريج بتعمل سلكت بيدك على النطاق على الرنج اللي انت عايزه اكيد ما فيهوش التوتل طبعا لو بصنا مع بعض على شاشة انا عامل سلكت كده على التلات مواد الماس والانجلش والعربي اللي هو المعادلة بقت أفريج من B2 ل D2 يعني خد B2 و C2 و D2 خد الرنج دا هدوس انتر هلاقي ظهر لي ظهر لي بالشكل دوة الناتج 78 درجة و 3 من 10 تمام؟ ممكن نعمل لها تقريب دلوقتي عشان عشان لاحظ انا بعمل التقريب من فين اهو فوق اهوت في الحتة بتاعت النمبر في الريبون الخاص بالنمبر اهو بقلل عدد الديسيميل طب و ده بص كده بيزود لي عدد الديسيميل تمام اللي هي عدد الارقام العشرية طبعا انا محتاج رقم واحد كفاية طبعا لو بصنا كده اه منطقي منطقي الحقيقة لما يبقى الولد جايب 80 في الماس و 70 في الانجلش و 85 في العربي لما اجمع التلاتة واسمهم على تلاتة اللي هي وظيفة الفونكشن افريج هتديني 78 و 3 من 10 ده متوسط الدرجة بتاعته طبعا عشان انسخ على بقية زميله تحت نفس المعادلة بالزبط كريك و دراج هيطلع لي المتوسطات بالشكل اللي قدامنا زي ما احنا شايفين طيب زي ما احنا شايفين قدامنا في الشيت بتاعنا او الورك شيت بتاعنا ادي مجموعة الاسماء وهنا اه الدرجات 80 70 60 66 و هكذا في محمد مش محطوط له درجة ممكن نروح نكتب له هنا درجة اهو جايب 90 مثلا اهو كده خلاص انا وصلت لغاية ها اخر واحد احمد علي عندي تمام يبقى دي مجموعة الدرجات طيب انا عايز اشوف اعلى درجة هنا فين اعلى درجة فين طبعا بما ان 80 70 66 بما ان انت قدامك المجموعة من الاسماء 8 19 اسماء مثلا فسهلا ان انت بعينك تدور كده تقول اه اعلى درجة هنا 90 مثلا طيب اذا كان بقى انت بتعمل الشيت دوت لعدد 1000 طالب 1000 طالب فطبعا مستحيل بعينك هتقدر تعرف فين اعلى درجة طب انا محتاج دلوقتي الفانكشن اللي تجيب لي الماكسيمم او اعلى درجة في الدرجات دي تعالي نشوف مع بعض الفانكشن دي هتتعمل ازاي لو جيت هنا بصينا تحت خلص كده مع بعض هقف تحت كده اكتب هنا على الشمال maximum degree او اعلى درجة وهاجي هنا هكتب الحقيقة معادلة تمام المفروض انها تجيب لي الماكسيمم هتقول لي تكتب معادلة ليه ما فيه فانكشن جاهزة فين هي الفانكشن الجاهزة تعالي نشوف مع بعض هطلع فوق وباجي هنا وبختار اه في عندي max اهي شايفنا max معناها maximum value تحتها فيه mini minimum value طب انا الوقات عايز ايه عايز اعلى درجة وبختار max مجرد ما اخترت max هلاقي راح عمل كتب equal max وعمل select range اللي فوقي في الحالة دي لازم اطلع انا وظلل range اللي انا عايزه بالزبط اللي هي ادي اول طالب لغاية اخر طالب هو ده range بتاعي وبص اشوف يا ترى اه كتب لي اهو هات الماكس هات الماكس من value من b2 لغاية b9 زي ما احنا شايفين هدوس enter بعد كده واشوف الناتج بتاعي بالفعل جاب لي 90 اللي هي اعلى درجة طيب لو انت جيت غيرت في درجات الطالبة ديت وجيت لقيت ان فيه واحد مثلا طالب جايب 94 enter يا ترى هيحس تحت اه بص بقى في الماكس من دي جريه تحت جاب ايه حاس مين اعلى طالب وجابه لك الدرجة بتاعته بصورة مباشرة طيب زي ما اعملنا الماكس عايزين نجرب مع بعض المينيموم value نفس الفكرة بالزبط هتقول لي طب هتروح تجيبها من نفس المكان لأ ممكن اكتب كمان الفونكشن بيدي اقول له equal واكتب min ظهر لي drop down list فيها الفونكشنز كلها اللي بتبدأ بmin لقيت مني الحقيقة فبروح اعمل double click عليها طيب وبعدين ومستني الوقت الرنج فين النطاق بتاعك فين المدى اللي هيدور فيه هقول له هو ده كده انا عملت select على الرنج او النطاق بتاعي فاضل بس ان انا دوسله enter كتاب لي هنا 37 يا ترى اقل طالب فعلا جاب 37 مش عارف تقال نطلع عن بعض ونتأكد من النتيجة في الماس انا بتكلم على درجة الماس درجة الماس او 80 70 44 91 اه بالفعل اقل درجة عن 37 جابها مباشرة يبقى شفنا مع بعض استخدام السم استخدام الأفرج استخدام الماكس استخدام الميني تعالى نشوف مع بعض functions تانية لو جيت قلت مثلا انا عايز اعرف number of students fails الطلبة اللي سقطين كم طالب راصب كم طالب راصب طبعا انت عشان تحسب ديت عشان تقدر تعرف كم طالب راصب انت محتاج تكتب الحقيقة معادلة محتاج تكتب معادلة تمام المعادلة دي انت بتكاونت انت بتبدأ تكاونت كام واحد كام واحد جايب اقل من خمسين انت بالنسبالك اللي راصب اللي جايب اقل من خمسين فبنبدأ هنا في نوع من الفونكشنز زي سام ايف وزي كاونت ايف وزي افردج ايف كمان طب الفكرة بتاعته ايه الفكرة بتاعته لما بقوله سام ايف هو هيجمع ولكن بشرط يعني انت بتقوله سام بس دي فونكشن وظيفتها انها ايه تجمع رينج تجمع مجموعة من الخلايا طيب لو قلت سام ايف يبقى هقوله اجمع ولكن بايه بشرط طيب كاونت كاونت وظيفتها انها تعد كاونت وظيفتها انها ايه تعد طيب لو قلت كاونت ايف هقوله لا عد بشرط فلو قلت كاونت بس على الطلبة هنا يبقى انا هجيب number of student عدد الطلب او عدد الدرجات في الماس على سبيل المساء دي كاونت بس طيب لو قلت كاونت ايف اه في الحالة دي بقوله ايه كاونت يعني عد الدرجات اللي مالها اللي ايه اللي اقل من خمسين هافترض الخمسين هي درجة النجاح بتاعتي اقل منها هيبقى فيه سقط راسب فبقوله كاونت ايف وديله الرنج وبعدين اقوله ايه الكريتيريا او الشرط بتاعي تعال نشوف الكلام ده بشكل عملي ازاي نعمله في الاكسل اه زي ما انت شايف كده كاونت ايف وبعدين تعال نكتبها مع بعض من البداية اهي equal count اهو شوفت كاونت ايف double click عليها double click عليها على طول count ايف تمام وبعدين بروح بقول لي هات الرنج بوس تحت كده فيه التول تاب ده شريط الصغير ده مهم جدا بالنسبة لنا لما بنشتغل في المعادلات مهم جدا بالنسبة لنا لما بنشتغل في المعادلات وفيه اه option جميل قوي ان انت تقدر وانت شغال بشفت F3 shift مع F3 تعمل ايه يطلع لك الديالوج بوكس الخاص بinsert functions عشان تختار function اللي تعجبك تاني انا الوقتي عايز احط اي function بقف في السل اللي عايز احط فيها الفنكشن بتاعتي وبدوس على الkeyboard على shift مع F3 طليع لي الديالوج بوكس اللي فيه كل الفنكشنز بتاعتي فابدأ هنا بيقول لي انت عايز المست ريسنز اقول له لا هاتقول كل الفنكشنز طبعا الاكسل فيه عدد بخم جدا الحقيقة مئات الفنكشنز الموجودة احنا بنستخدم بس الفنكشنز اللي احنا او الدوال اللي احنا محتاجينها او اللي حتنفعنا فانا ال functions تاعدتي بحرف السي الحقيقة فكتبت له سي فجاب لي كل حاجة بتبدأ بحرف السي شايف قد ايه كل دي functions تمام هابدأ لغاية ما هو صليمين لcount بعدها count if اهي وصلت لها بقول لي اوكي طيب طليع لي الديالوج بوكس ده بيقول لي فين الرنج بتاعك فين النطاق اللي انت هتشتغل عليه بقول له هو ده النطاق اللي هتشتغل عليه هي دي البيانات بقول لي فين الكريتيريا فين الشرط الشرط هنا احطه between quotations اقل من خمسين يبقى انا بقول له دور في الرنج ده على كل اللي جايبين اقل من خمسين وعدوه وبعد كده بقول له اوكي النتيجة تحت اتنين اهمت اتنين بس اللي جايبين الدرجة دي ضاب الكريك على الخلية بشوف الفونكشن قدامي مكتوب طيب ده جميل جدا هل هم فعلا اتنين تعال الراجع ادي طالب جايب واربعين اهو والطالب التاني جايب كام سبعة وثلاثين زي ما انت شايف قدامك على الشاشة طيب لو جيت دلوقتي انا هاخد اي طالب مثلا على سبيل التجربة واحديله درجة قليل طالب ده مثلا جايب سبعة واربعين ونص سبعة واربعين ونص ده بقى فيل مش كده كده هم زادوا بقوا ثلاثة المفروض تعال ننزل نشوف بالفعل number of students الطلبة اللي واخدين درجات اقل من خمسين تلاتة يبقى بنلاحظ ان مع كل تغير بنعمله في الارقام ديت بيسمع فين بيسمع في الفونكشنز بتاعتنا او بيريفلاكت في الفونكشنز بصورة مباشرة ده ببساطة شديدة الاكسل واهميته طبعا احنا بناخد احنا بناخد الدوال البسيطة اللي تقدر تورينا الاكسل لانناس كتير بتقولك انا بخاف استخدم برنامج الاكسل انا مش بعرف الاكسل لا ده صعب في منتهى البساطة كلنا بنتعامل مع الارقام كلنا بنحتاج ان احنا نجمع الارقام كلنا بنحتاج الفونكشنز صورة مباشرة او غير مباشرة اه ما فيهاش اي مشاكل خالص تعال نشوف مع بعض option جميل اوي اه خاص ب ال conditional formats او او ان انا عايز اعرف عايز اعرف حاجة معينة بس عايز اعرفها بايه عايز اعرفها ان هو يلون لي يعني مثلا انا حمسك الدرجات ايه بتاعة الماس حلو بعد ما مسكت درجات الماس عملت لها select بلاقي فيه عندي في tool bar فوق في الريبون اهو حاجة اسمها conditional format يعني هيعمل تنسيقات بشرط ايه الشرط اللي انت عايزه انا بقوله highlight cell highlight cell يعني يظل لي الخلايا الخلايا اللي ايه ليه زين ليه زين كام خمسين اقل من خمسين وبعدين بقوله اوكي بالضبط كده زي ما احنا شايفين النتيجة شاور لي كمان على الطلبة الفيل او الرصبين تاني داية بسرعة عشان اعرف احدد فين الطلبة الرصبين فرنش معين او الطلبة الاقل من خمسين درجة بدخل على conditional format وبقوله highlight ظلل ليه زين اقل من وبكتب هنا الشرط بتاعي اهو وكمان بختار الفورمات يعني انت عايز التنسيق يبقى عامل ازاي الطلبة دي هتاخد لون light red مثلا تقدر تفتح اللايس تذيت وتقوله لا دا اللون هيبقى yellow اصفر اللون هيبقى green اخضر وهكذا فانا اخترت light red وبعدين قلت له اوكي ظهر زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة بالشكل اللي احنا شايفينه يبقى انا قدرت احدد اللي انا عايزه باستخدام المعادلات او باستخدام conditional format او التنسيق بشرط او التنسيق المشروط دي كانت اول حلقة لنا في مهارات استخدام المعادلات في الاكسل ببساطة شديد وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة وحنكمل مع بعض استخدام الجداول الالكترونية ومهارات مع الاكسل شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة